اشتركوا في القناة لتحقيق النهضة الشاملة في البلاد تفاصيل اكثر نتابعها في سياق تقرير مراسلنا من القاهرة يحتفل الشعب المصري كل عام بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 والتي كانت رمزا لكفاحه وتطلعه لمستقبل حر كريم لمصر وابنائها التف الشعب حول قادته بزعامة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والضباط الاحرار واعلان اول رئيس للجمهورية محمد نجيب وخرج الشعب المصري في الشوارع وكل مكان معبرا عن ترحيبه بالثورة وقادتها وتطلعه لمستقبل يحقق اهدافه وتطلعاته السورة دي اللي رجعت كل ممتلكات الشعب المصري للشعب المصري ورفعت كرامته في كل مكان لها عداء عداء طبيعي كل سورة لها عداء لكن الطبقة دي السورة لأسيسة النظام الجمهوري المصري لازم كل مصري بفخور بهذه السورة وفخور بهذا النظام الجمهوري ويدافع عنه ويحميه لان فيه قوة كتير متربصة به وعايزة تعيد مصر للوراء وده ان شاء الله مش عيسا ثورة الثالث والعشرين من يوليو حققت الكثير من اهدافها وتفرة كبيرة من المشاريع القومية الكبرى مثل اقامة السد العالي وتأميم قناة السويس والاستقلال والحرية والكرامة للمواطنين امتدت الى الحاضر بمواصلة الرئيس عبدالفتاح السيسي العمل في المشروعات القومية والمدن الكبرى لتحقيق النهضة الشاملة والمشاريع التنموية والمدن الجديدة والحياة الكريمة للمواطنين وقاد المسيرة لمزيد من التنمية والتقدم لمصر المشروعات العظمى والجبارة التي تقوم بها الدولة المصرية الان هي امتداد لثورة يوليو ثورة يوليو اقامت السد العالي ثورة يوليو اقامت المجمعات الصناعية الحديد والصلب في حلوان الغزل والنسيك في المحلة الكبرى مصانع عديدة في كفر الزيات وغيرها الان المشاريع التي تقوم بها الدولة هي امتداد لهذا الانجاز امتداد لهذا الانجاز والحقيقة الربط ما بين ثورة 30 يونيو وثورة 23 يونيو مهم جدا لأن في كلتا الحالتين الجيش كان موجودا الجيش ساند الشعب ووقف إلى جانب الشعب وفي ثورة يونيو 52 الجيش تحرك والشعب سانده هذه المرة 30 يونيو الشعب هو الذي طالب الجيش بالتحرك وتقديرا من الدولة لهذه الثورة قرر الرئيس السيسي تأسيس متحف كبير لها ولقادتها يتكون من مبنى من طابقين ومكتبة تبرز تاريخ الثورة ومقتنياتها وقاعة متعددة الأغراض تعرض فيها لوحات للفنانين التشكيليين وقاعات عرض متحفي تضم صورا ووثائق للثورة ورجالها تظل ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 علامة فارقة في تاريخ مصر كونها أطلقت الجمهورية الأولى للبلاد إضافة إلى تحقيقها طفرة في مجالات التصنيع والزراعة والمشروعات الكبرى والتي يتردد صداها حتى الآن شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة شكرا 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 شكرا